مجهدين وصلنا لختام فقراتنا لليوم هدية من فلسطين إلى الأردن وردا على إهداء عمر العبداللات أغنية جديدة لشعب الفلسطيني بعنوان يجبال ميهز زكريح قام الفنان الفلسطيني قاسم النجار بالرد بأغنية مهدى للشعب الأردني بعنوان شعب واحد مو شعبين معنا من داخل استوديا الفنان الفلسطيني قاسم النجار وتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع الله صبحك بالخير الله صبحكم بالخير يا رب صبح الخير إلى كليني صبح الخير للطاقم الفلسطيني وصبح الخير لأبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء شعبنا الأردني وشعب واحد مو شعبين أهلا وسهلا فيك نورت السوديو الله يساعدكم يا رب كيف تبلورت فكرة الأغنية اللي أهدتها للشعب الأردني؟ يعني أنا من الزمان نفسي أغني للأردن وبحسنه من واجب نغني للشعب الأردني الشقيق ولكن كانت مبادرة الفنان الأردني حمر عبداللات بأنه أنتج غنية جبل ماهز زكريح وكانت رائع جداً أهداء للشعب الفلسطيني فقلت إحنا فلسطيني لازم نرد الهدية ولازم نرد التحييب طريقتنا وعملت غنية شعب واحد مو شعبين طب هذا السبب اللي خلاك تقدمها الأغنية يعني أنت بعد غنية الفنان عمر رب الله هو كان مسبب ولكن أنا من الزمان بدي أعمل غنية للهدية فهو كان دافع لأردني ولكن هو كان دافع وشفت الفرصة مواتية وإشي جميل إننا نرد الهدية وكانت انتشرت انتشار حتى حكينا أنه نشرت أنه يوم الجمعة وكان يوم الجمعة ساحة الفيسبوك بس فقط لفلسطيني من الأردنية ساحة غزل وحب والآخر والحمد لله للغنية كافة الوكالات كافة الأخبار اتناولتها بشكل إيجابي أنه بالروح الإيجابي اللي بثيناه بين الشارع الأردني والشارع الفلسطيني روح الوحدي حتى كمان على المستوى الرسمي مثلا السفير فلسطيني من إندونيسي يتصل عليه وهنا على الغنية والمشارع الإيجابي وحتى حكالي أنت عملت شيء عشر صفرة بعملوهوش لأنه شيء جميل كثير مئة بالمئة نحن نتمنى كمان نحن بإسم فلسطين راح إن شاء الله أغني للجزائر راح غني لتونس لبنان ونحكي لهم أنه الفلسطيني أكثر إنسان بعرف يحكي بحبك وشكراً إن شاء الله نحن راح نحبهم دائماً الكلمات من كلماتك أنت؟ نعم كلمات الغنية وألحان عمراء عبدالله فهنا هي الرسالة اللاحن أردنية فهي الدمج حلو مئة بالمئة حلو، فكانت فكريتك أنت أنك تعمل هذا الدمج وخصوصي بعد ما أطلقها من العبدالله الأغنية استغرقت يومين تقريباً لإطلاقها؟ نعم، يعني كتبناها وروحنا سجلناها بالستوديو موسيكال ساود من وجه لكم كل التحية وبعدين لجلنا صديقي عادل الظاهر وصاح موقع كيفك وكام هو بالمنتاج وبالإخراج واللي ما حدا بيعرف الفيديو كليب اللي شفتوه اللي هسه راح يمجوز ذيعوه شوفو الناس هو من تصوير جوال من تصوير كاميرا الجوال فشوف الفلسطيني انت رغم شخ كل حسد تعاون بهذا الموضوع رغم شوح الدعم رغم قلة الدعم إلا إنا إحنا مصرين نثلة وجودنا بفننا بشعرنا بأذبنا إلى آخر حلو حلو، طب راح يكون تعاون مع الفنان عمر العبدالله في المستقبل؟ والله نتمنى هذا الأشي حتى عبر قناتكم أنا أبواجيله كل التحية نبالي على صفحته على الفيسبوك ونزل شكر ونزل أغنية على صفحته كانت مبادرة جميلة منه وأخوه أحمد العبدالله مدير أعمال اتصل فينا ونقلنا خلينا نشوفك بالأردن وجوز السريع يجمعنا أعمال مع بعض مشتركة لنعزز هاي الروح الإيجابية حتى مش بيننا بين كل الفنانين يعني ننهي إننا نحاول نحارب الصحافة الصفرة الأكلام الصفرة اللي بتحاول تبث الحزبية والعنصرية بينها الشعب أكيد يعني إحنا شعب واحد مشعبين يعني أنت جبتها على خير وكلام وقالده شعب واحد مشعب عن جد يعني جبتها بكلماتك وألحان جميلة طب في مشاريع دوتو بين فنانين فلسطينيين مش شرط من الأردن في مشاريع قادمة بينك وبين فنانين مش شرط أنه فنانين أردنيين أنا من المشاريع عملت أنا صديقي شادي البوريني أكثر من غنيي عملنا أضرب أضرب تلبي مثلا عملنا لمنتخب الفلسطيني عملنا أغاني كثير جداً طبعاً إن شاء الله مستقبلياً نظهر المقاومة الفلسطينية نظهر الطالب الفلسطيني ونأتي عند اللينا الكيشاوي تكون هذه الفلسطينية نظهر الصبي اللينا الكيشاوي الإعلامي المتميز التي تناضل بطريقتها تظهرنا الصبي الفلسطيني الجميلة 100% نفوت مثلاً على البنوك نفوت مثلاً على العامل نفوت على المزارعة 100% كل شرائح المجتمع الفلسطيني ونحن صمودنا بهذا الأرض وهو بحذات مكاومة وليس صاروخ والبندقية فهي الغنيه راح تكون إن شاء الله بعنوان هلايا فلسطيني فنحن نفوت عليه كنتم تضرو بنا التحية نفوت على دكتورة ممرضة كده كده كل شرائح المجتمع رافتناه جميل 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 جدا مشاريعك المستقبلية بغض النظر عن اللي ذكرتها راح تضلك في نفس السياق الوطني والفلسطيني طبعا أنا غنيت يعني شغلات اجتماعي مثل أغنية تلفزيون مثل عند رجالك عند اللي بتنتقد الشباب مثل اللي بتنتقد مثلا تقريد الغرب بالموضة مش تقريده بالعلم وهذا مع أنه مش ضد الموضة أنا مع الموضة العمل الوطني أنا كونه بجوز كإنسان فلسطيني تحت الاحتلال أكيد راح نظل نغني إحنا ضد الاحتلال وكيد راح نغني لوطننا فلسطين ولكن بقوالب أخرى ولكن لا راح نغني للحب لا نحنا فلسطينيين بلا حب ما من عيشش ومنعش في الناضل أصلا لما منحب فلسطين نعش في الناضل من أجلها راح إن شاء الله العمل القادم يعني نشرح معاناة الشارع الفلسطيني ولكن بطريقة غيرية بأسلوب غير راح تكون الأغنية عنوانها سيلفي حلو جميل كلمة سيلفي مستخدمة كثير مئة بالمئة ولكن يعني إحنا منحاول أي إشي إعلامي ظار في العالم نجاير وإنه حاول نستغلف مئة بالمئة مئة بالمئة فراح يكون إنه الفيديو أنا بدأ صور حالي يعني أنا أخرج لحالي إنه مثلا سيلفي يا عالم سيلفي والوضع العربي خلفه شميل فمثلا بجيب أنا مثلا خلف الشهيد فبس رقول سيلفي من خلف الشهيد بسألني شو صار جديد كذبت عليه وقلت له حررنا الأقصى أكيد مثلا بجيب خلف الجدار بس رقول سيلفي من خلف الجدار وخلف بيجي بيت الجار نفسه يزوره من سنين وبينه وبينه وعشرة متر مثلا بجيب سيلفي خلف الأقصى الحرم الإبراهيم المحسوم الأسرة أم الأسير أم الشهيد الإشياء اللي يعاني منه التفاصيل الشارع الفلسطيني تحاول تجسدهم بسورة مئة بالمئة بطريق السيلفي إنه من السيلفي نحي متعود من نضحك وابا بس خلينا سمحوا لنا أن نفرجكم معاناتنا عن طريق السيلفي مئة بالمئة جميل جميل شركت سمعنا مقطع من أغنية شعب واحد ومشعبين خلينا نسمع بسوط اسمعي تبني الأردن اللشمية حينه وينادب على صوت عاشت فلسطينة أردني يا ابن الأصل بالنخوة ما لك مثل روحي بترخص إلك ودم وشرايين أردني وعالي لجبي مثل الصخرة ما بيلي شعبنا وشعبك يا الأردن شعب واحد مو شعبين شعب واحد مو شعبين حي الله يا أردنية حي الله يا أردنية عراسي يا أردنية حي الله يا فلسطينية عراسي يا فلسطينية جميل شكرا إلك شكرا أكيد هلا كمان شوي راح نشوف الفيديو كليب كامل للأغنية بس حبيت أسألك برأيك هذا العمل دمشته أنت بيقرب شوف من بعضها طبعا إشي أكيد طبعا إشي أكيد يعني والدليل يعني إحنا بكنا نقول مثلا الرأي العام إذا بدك تشوف الرأي العام تنزل على الشارع ولكن الآن في زمن التطور والسوشيال ميديو والفيسبوك أصبح الرأي العام تقدر تقيسي انتي على الفيسبوك فإحنا شوفنا ساحة الفيسبوك كيف الصفحات الأردنية الصفحات الفلسطينية الأنام كلهم ندمجوا مئة بالمئة وحتى بيحبوا بعض صاروا نزلوا قلوب بحب مع بعض وإعلام مع بعض فكانت حالة جميلة صح حلو يعني منك أنت عملت مبادرة كثير جميلة كثير جانا عشرات الاتصال من الأردن حتى ومن إذاعات أردنية من قنوات أردنية وحتى كانت عنا قناة أردنية بتعمل تقرير إلى آخر مبسوطين جدا من هذا الأشي إحنا بالموش بس الأردن وفلسطين بالوطن العربي نفتقد له نفتقد لهذا الأشي فبجوز هذا إحنا بنعزيه مثلا للإعلام جوز لا أقلام مأجورة إلى أجندات خارجية تحاول دائما بث الفتنة بين أبناء الوطن العربي وزي ما حكيت لك إحنا مش وسل الأردن إحنا كل الوطن العربي يعني إحنا حبيبنا يعني إحنا السعودي اللي بتقدمنا لا حبيبتنا إحنا بجوز من العاتب ولكن الإخوة منحكهم منهم يتعاتب منحكهم منهم يتعاتبهم إحنا لبنان حبيبتنا سوريا حبيبتنا ومصر حبيبتنا بالعكس إحنا كالشعب فلسطيني بأمس العاجة إننا نحب كل أبناء الوطن العربي بأمس الحاجة لأنهم هم يظاهرونها صح فإن شاء الله المرة تأتي كبان إحنا سوريا شعبا حمو الشعبين ولبنان شعبا حمو شعبين ومصر شعبا حمو شعبين إحنا نفرض محبتنا إلهم صح صح وهي المحبة ظاهرة يعني بتلاقي من تعليقات الناس بين بعض يعني على هالأغنية أنت بتعرف شو هي صورة الشعب نفسه شوفك عادة قبل يومين إن استضافنا السفير الأردن في مكتبه ونوجه له كل تحية المحبة ظاهرة مصبور فأعطى مثل حتى صديقي محمد ظلمط مدير قراند بارك في رحم الله حكى مثل حليب ويقول إحنا بيحكي للسفير كون إحنا الشعب الفلسطيني إحنا كنا من نحب الأردن الأردن بيعرف هذا الأشي يعني 12 مليون إحنا كنا من نحب الأردن ولكن للعربي لما يتجوز مرته كل ممارساته اللي بيعملها احترامها ويضعها على رأسه هو بيحبها ولكن بيحكي لأني بيحبها بيشوف أبصر كيف صح؟ صح فلازم نعبر عن حبنا 100% عبنا جاهرنا في حبنا للأردن إحنا ما بكى حدا يجاهر في حبه إحنا ما نحبه ما نحترمه صح ولكن ما بكى حدا يجاهر لا أهلمنا جاهر في حبنا للأردن وغير الأردن صح وأنت اخترت الموسيقى يعني كمسيلة أردنية يعني هي كرسالة إنه لحن أردني وكلمة فلسطينية والموسيقى هي لغة العالم يعني أفضل إشي همز التواصل حتى أنا بانتقاداتي يعني يعني لما كان أيام دكتور سلام فياد لما كان بالحكومة نوجه له كل التحية أطلعت غنية مثلا يا سلام لما يا سلام أدبر حالك يا فياد وبخامة زكاية كنت أعبر عن نظ الشارع وتوصل رسالة للمسؤولين فالموسيقى رائع بالعكس موسيقى إلها دائما جسر تواصل بين المسؤول وبين المواطن وبين المواطن وبين الشعوب وهي بتنفهم لكل الأعمار وكل اللغات أكيد أنت ما استهدفت فئة معينة بأغنية لا كافة الأعمار أكيد أكيد بتحب توجه كلمة أخيرة للجمهور بخصوص فقرتنا لليوم يعني أول شي صار صباح قوم وبوجه التحية إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الشعب الأردني إلى كافة الشعب العربي وباسم فلسطين وباسم كل شعب فلسطيني وصبية فلسطينية باسم كل فلسطيني بكل العالم نحكي للوطن العربي وكل الدول العربية نحن ما نحبكم نحكي لكل حرب العالم بساند قضيتنا نحن ما نحبكم وخير ركرة ما أقول له شعب واحد من شعب أكيد أكيد إن شاء الله فينا نشوف أغنيتك كمان وفينا نشوف هذه المقابلة على اليوتيوب إن شاء الله إن شاء الله شكرا على حضورك الله يسعدك يا رب مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام فقرتنا لليوم رح طبعا بحيب أشكركم وأشكر ديوفنا وأشكر طاقة من العمل إن شاء الله بيكون لقائنا قريب وينادي بعلاصات عاشك فلسطينة هردني يا ابن الأصل بالأخوة مالك مثل وراحي بترخص إلك ودم وشرايين هردني وعالي لجبين مثل الصخرة ما بينين هردني وعالي لجبين مثل الصخرة ما بينين شكرا